ماهر يعني إنسان اللي انحبس في جيل صغير على أثر المشكلة الأمنية اللي بصارت معه وقدر أبعين سنة في السجن وإن شاء الله يوم لليوم الإفارجي إن شاء الله كريب وماهر إنسان عادي يعني طبيعي وإن شاء الله إنه بقدر يتأكلم مع الواقع الجديد بعد أربين عام بالأسر وإنه شغلنا وإنه أعمالنا وإنه مصالحنا اللي بقدر يكون واحد طبعا هو إله أملاك وإله كل إشي في موجود هنا وإن شاء الله في المستقبل الكريب بيطلعوا بمضي باقي أيام حياته بهناء وسعادة والحمد لله طلع بعد أبعين عام ترشت يعني تحكي عن شخصية ماهر في داخل السجن لما بتقول ثلاثين عموك الضافة في السجن فأكيد الشخصية هنا طيرت يعني باقي شاب صغير يعني طالع بيعان شبابه اليوم ماهر ابن خمس وستين سنة المعاناة هي معاناة الأهل أكثر يعني من معاناة الشخص نفسه يعني أمه فقد أبوه بخلال فترة السجن اللي ما شافش أبوه ما عرفش عنه أبوه إشي أمه اليوم اللي هي تسعة وثمانين عام يعني يعني بدو يطلع بدو يقعد معها بدو تشوفها يعني أحسن أيام حياتها وحياته اللي تلتقي فيه وتعيش ويا باقي أيام حياتها سعيدة إن شاء الله فيه إجارات هناك عادية طبعا المفروض أنه نستقبل الناس ونكون في واجبها واللي جاي يهنينا في خروجه نستقبله ونود عليه بشكل أفضل وإن شاء الله من أي استعداد يستعداد عادي طبيعي يعني أهم شيء بالنسبة لنا إنه ماهر يطلع فعيش مع الوالدي ومعنا وفيه إيكاح حاضني من أولاد عمه ومن قريبه ومن أهله اللي يحتضنوه ويمشي باقي الأشياء كما يجب ليس هناك أي تخوف يعني خاص يعني في الموضوع إنما الشرطة بتفوت على الموقع والموقع الاستكبال بيصوه وبكيم وبحطه حاولوا إنه نجتمع مع بعض ونحدد الأشياء اللي مسموحة وعدم سماح بأشياء ثاني فيه هناك يعني جولات مكوكية بينه وبين الشرطة لتحديد المسموح والممنوع حتى رغم المسموح هو بالنسبة للممنوع لكن إحنا بمشية الله إحنا نمشي الأمور كما يجب ونستقبل كل الناس بكل رحابة صدر وأهله وسهله في الجميع ليس هناك رسالة محددة أول شيء رسالة لشعبنا أول شيء كم يل كل شيء يفك كل الأسر من السجون ويطلعوا يعيشوا بين أهليهم وبين أحبابهم وبين قريبهم وأصلهم ومنهني الجميع بيخروجه ومنهني الجميع بأرضه بيخروج المسجين إن شاء الله بمستقبل اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر